صيف بريطانيا لن يكون هادئاً هذا العام، بل حافلاً بالحملات الانتخابية والترويج للأحزاب والنواب. ليس ما يريده البريطانيون لصيفهم، إذ أخذتهم المفاجأة بإعلان سوناك انتخابات في الرابع من يوليو. أعتقد أن الأمة بأكملها تفاجأت أكثر من أي شيء آخر، لأنه كان من المفترض في البداية أن تكون الانتخابات في الخريف كما كان مخططاً. لذا أعتقد أن حدوث ذلك في وقت أقرب كان بمثابة صدمة للجميع. اعتقدت أن الانتخابات ستكون العمل مقبل، لكن هناك أشخاص في الحكومة يقررون هذه الأشياء. وكان من الصعب تجاهل سوناك المبلل، الذي تصدرت صورته تحت المطر الصفحات الأولى. ما وفر فرصة لمعارضيه لوصفه بالغريق سياسياً، واعتبار إعلانه تحت المطر فألاً سيئاً لمستقبله الانتخابي. خلاصة الأمر كان المنظر استثنائياً للغاية. أعتقد أن هذه هي نهايته كما آمل. أعتقد أن الأمر رمزي للغاية، وأنا أشك في السبب الذي جعله يتكلم تحت المطر. لماذا أرادوه أن يبدو مثيراً للشفقة لهذه الدرجة؟ وما إذا كان الهدف التخلص منه. وقته قد حان. من يدري؟ لننتظر ونرى. أعتقد أن هذا مجرد حظ سيء. أعني أن نفسي غمرتني الأمطار أمس أيضاً. ولم تقتصر المفاجأة على الناس وحسب. بل لم يكن موزرائه حتى على علم بنيته إعلان موعد الانتخابات. إذ ألغى كل من وزيري الخارجية والدفاع التزاماتهما في اللحظة الأخيرة لتلبية طلب سناك إلى اجتماع طارئ. لا التلفزيونات ولا الصحف ولا الوزراء ولا الناس توقعوا أن يعلن رشي سناك عن موعد الانتخابات بهذه السرعة وقبل الخريف. ليس هذا وحسب. بل لم يصبر سناك نفسه حتى انتهاءه طول الأمطار ليعلن موعد الانتخابات. من لندن عرو عبد الحق العربية.